الجمهور بيشبه فنانه الجمهور بيشبه فنانه والفنان بيشبه جمهوره بس ها كارثة شو بنعمل؟ في جمهور كتير كبير هلا عم بيصب عند فنان اذا بيشبهه كارثة ما عمل خبرك لك في جمهور بيتاخد بيتاخد قد بدك تضحك علي؟ بدك تضحك علي شهر شهرين وسنة بعدين برجع بيقلك لأ انا مش هون المشكلة اذا بلشنا نتعود على الغلط وحسينا الغلط طبيعي هون المشكلة بعد الأبشع لما يكون عندك ما تركهش على غنية على التلفزيون وعالإزاعة عم يفوتوا عبيوت الناس عبيوت العالم يعني ابنك شو عم يسمع؟ معتا عم يستيعود ابنك على الآيباد تتطلع شو عم يشوف صح؟ بتراقبه لا لأنه في كتير قصص على الانترنت كمان بتقدر تأذيه لأبنك هادي فايتل عبيتك نفس الشي الغنية الغنية اذا كانت دون المستوى نحنا عم نوطي يعني كانك عم تعلموا لأبنك شيء كتير تافي سهل رح يشوف صعب بكرة إزا بليس مع شيء تقيل شوف الفن طبعا كيف نازل النزول مثله مثل كل شيء مثله مثل الاقتصاد مثل السياحة مثل البيئة مثل لبنان فساد للآخر ما أنا ما شايف بعد فساد أكتر منك مش معناته أنا ضد الفنانين وضده عم بقدموه برجع بعيد الفن اللي عم يتقدم اللي هو الشعبي أنا معه أنا معه بوقته يعني مثلا وديع الشيخ مثلا خلينا نحكي عن وديع وديع أنا بحبه أنا من الأشخاص اللي بسمعوه من زمان في أيام سورية أنا بعرف حفلات كنت نتواجد واسمع هيدا النوع تحديدا من الأغاني ما توقعت يوما ما من الأيام إنه هيدا اللون يجي على بيروت عارفت؟ بغد النظر هو اللون إله جوه هو لبناني وديع اي اي بعارف لا عم بخبر أنا العالم عم بحكي عن اللون أصطلا هو اللون اللبناني اللي عم بتحكي هو اللبناني بس هيدا اللون أساسه سوريا سوري بالعكس ما احترامي الكامل لشعب السوري لأنه كتير بيحبني وكتير بيسمعين ما ناخد نحنا أنه الشعب السوري بس بيسمع هيك في الشعب السوري عندهم قدود حلبية عندهم طارب عندهم كل الأمان حتى ما يتحور حديثة لا بي بالمية حتى ما يتحور حديثة فهوديع بيسمعو بس أنا بيسمعوه بمحلات معينة بوقت معين عرفت؟ مش معناتها الفن هو صار هون ليش أعمل أيامي على وديع بالعكس برافوري أنه هادي هلا اليوم وديع بينافس واقل كفوري وعاصر حلاني وهو الأساس لا 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 سوري بيعتذر منك وديع هيدا شي وهيدا شي مهندم ليش أنتو بتخلطوا الأمور كلها ببعضة هو مفروض يقول مش أنا عم بخلط مثلا يعني العالم الناس أو بتحكي ممكن هو اللي عم يخلط لا لا ما بعرف أنا ما بعرفه يعني مش حيكي أنا ويلا حتى أعرف بس نصيحة لأي فنان طالع لأي حدم ما يضربوا البخار يعني نصيحة أنا ما رأت فيها خدوا من خبرتي دربك البخار؟ أكيد ممكن أنت صغير شو عملت؟ ضربني البخار بزيادة بس واحد عمره 16 سنة بطقتت حيكا؟ صرت مثل هالفنانين اللي عم شوفهم ساعة باديقاردية وساعة سيارات آه كمان مشيت هيك باديقاردية سيارات هبلانت يعني واحد بعمر من عائلة متواضعة حرام عم بيروحوا المساري على الفاضي عم خبرك إنه واحد ببلش بحياة طبيعية بعائلة متواضعة بينطلق فجأة بتقول له أنت مشهور عمر 15 سنة شو أنا مشهور مارك بتبراسة وحفلة بمئة الألوف الدولارات يعني صار بين إيدي وأنا من بنمشي فطبيعي أني أنا واللي حولي كلهم يضيعوني هون لحواليك ضيعوا طبعا أنا ما بضيع بس أنا لحوالي لأنني كنت ولد بس بعدين بعمر 23-24 لا كان الأمور بلشت استوعب إنه لا الحياة مش هيك في كتير أشخاص أنا بحبها وعم يغلطوا وجربت إنه لا ما بيصير هيك ما بيصير هيك تنتبهوا بس مثل شو أغلاط شو يعني يعني أغلاط من هول يعني ما بخبرك إنه بس واحد يضرب البخار كي بيصير فبيضفح أبعدين حرام كنت عم شوف مين عم تنصح أنا لعم بنصح كل حدا بأوخر كل حدا بأوخر Coming soon جورج بنا نحكي نحن وياك عن شو عندك شي جديد وفي غنية كتير حلوية غايب لك فترة لأ لكن حلو الرجع كانت من سنة بس ما صورتها كليب يعني هيدا الشي اللي إزيها للغنية صرت عم تعتمد السنجلز لك فترة إيه اللي الزمين بعتمد السنجلز متل تقريبا تتربع الفنانين صح أنا أول من بلش فيها لأنه ما عندي شركة إنتاج فحرام بتعمل سبع أغاني وينزلوا هيك ورا بعض ويروحوا بخمسمائة ليرة على الطريق صدير اي فالغنية اللي عم بعملها هلأ خلان نحكي صص حلوة يعني نحن عارف نبدأك تبلش بالتصليح بالإصلاح إذا بدك تحكي الفن ما فيه كتير نبدأك تبلش ما فيك تعرف ما فيه فنحكي عن الشي الحلو إنه الغنية عم بعملها هي ديو مع أختي صندرين صندرين صوتها كتير حلو يلي أصلا عملت صورة ربالي صورتها مع شركة دي بي دي وشركة إنتاج هيدا شركة يعني عن جد قدي أحظها حلو يعني هني كمان حظهم حلو لأنه صندرين شكل وصوت بتقدر تعطي بتقدر تعطيهم ليش أنت منك معهم بالشركة نعم أنا ما بدي أمضي مع أحدهم ما بدي عارض عليك طبعا عارض علي منهم أنا بحبهم أصدقاء أنا وياهم في خبز وملاح وفي نحن وياهم جميع كليل منه نصحت على صندرين طبعا طبعا أنا اليوم مش قصة مش بي حاجة لشركة إنتاج أنا مبسوط بفني هيك عارفت ديو إنتاجهم ولا إنتاجك لا ديو إنتاجهم بص الغنية أنا أنا ونيكولو شبلي وطونيا بكرم نحن نشغل لها فالغنية رح تكون للأعراس لكل عرسين هلأ حضروا حالكم في غنية حلوة يعني هيدا للموسم الأعراس كرميتا أنتو كمان تكونوا عم تحيو ورح تتصور كمان فيديو كليب هلأ قليل أسبوع صحان شو بتحكي بتحكي صارت قريبة صارت قريبة في أحكي هي بتحكي أنه أنا عم غني للعروس وهي عم تغني للعريس بس فكرة ورح تماسلوا الفيديو كليب سوا رح تكون هي العروس وإنت العريس لا ما خاص هي أختك يفرط تسخون عروس أنت مصير لا لا ما بتزبط أنا عم غني للعروس هي عم تغني للعريس فأكيد فكرة حلوة رح تكون بالكليب وبرجع بقلك أنه نيكولا شبلي اشتغلها كتوزيع كتير حلو وشي جديد صورتوا الفيديو كليب ولا بعد لا هلأ بعد مع جمعة التصوير إخراج عم بفكر أنه قبل ما أطلع على سويد لأنه بسويد هلأ طالع يعني فلازم إخراج مبدئيا مبدئيا 90% هيفا فقية هيفا فقية هيني شو بقرر بالآخر هيني إنتاجهم يعني أنت طرحت الاسم ولا هيني طرحتهم طبعا طبعا من الاسم اللي كانت مطلوحة هيفا أنا بحب الله شغلة هيفا هلأ رجعت عن جديد بعالم الإخراج هي كانت بروديوسر بالفتوكليبات مجهلة تحية أكيد أكيد جورج أصدت أنك تعمل غنية مع أختك كرميلة يكون هالشغل مثل شغل عائلة بموسم حفلات الأعراس وكل هالشي هلأ أنا كان ديو هو مفروض ينعمل كان معنا دين صح بس غير أغنية لا غير أغنية أكيد غير أغنية بس ما صار النصيب يعني ما تمت الأمور لأنه نظرا للتشنجات اللي مرأت فيها والمشاكل قبل سابقا لحقتك ترتوشة من المشاكل اللي صارت معنا دين أخي أنا كل يوم بجي إني تراتيش بس ما ما بعلق ما بسمعها ما برد عايش بسلام مبسوط أنا وابني بس أوكي بس أنه مخص يعني يعني اليوم كنتوا عم تعملوا ديو على أساس ترجاته أنت أرابت على أكتر وهي أرابت على أكتر ما تقلين على غير موضوع بعرف لا لا ما هيك ما فيك بين الأخوي شو هل حكي أنا دين عين وصندرين عين ما بقدر يعني ميز أبدا بهالموضوع ما صار لديو بوقتها واليوم صندرين قلتلي أنا حابي عابيلي أنه أنا عامل غنية أنا وياك قلتلي أكيد يلا بس أنه ما نتأخر فيها وما يصار بهديك الأغنية أعلنتوا عنها كذا مرة نظبوط وآخر مرة حطوا على السوديو تسجلوها يعني هي تسجلت صح ما حطيت صوتي أنا لدي ما أجي تحطيت صوتها ونعجقت ونشغلت وأنا الغنية بالنسبة لأيلي هي بتبقى مش بس مجرد غنية هي بتبقى يعني ما عندك الفكر الحالي أنا ملحنة أنا في كتير أغاني معظم الأغاني بلحنهم ليه ما بتنزلها؟ ما بقل ما بحط أنه ألحانة ولا بتدخل بهالموضوع يعني أنه أنا فنان بالأخير ما بدي عامل ألحان بس هالغنية تحديداً كانت يعني طالعة إذا بدك من نص قلبي فإنزعاجت أنه ليه المماطلة هيدا اللي صار المماطلة أنا ما بحبها بعرف الحديد وغحامي ما سألتها ليش عام تماطلة؟ كان عندها ظروف مش لأنه يبدأ تماطل كانت ظروفة أول منه وبعدين بيانت الظروف للعلن مثل ما وبعدين؟ بس خلص الموضوع صادقين ما بتثبت هلأ يعني هي الغنية إلى وقت ليه ما بتثبت؟ ما بتثبت لأنه وقتها كان غير هلأ يعني هلأ بتعمل غير غنية بس أنا سامع لا بيثبت الديو بس غير غي مش هلأ بس أنا سامع الغنية والكلمات ما فيه شي خاص بوقت لا بلا لما تكون أنت مغنية معي هوم الستوديو صحيح؟ الغنية بدا تكون فراش توزيع بيفروق كل يوم عن يوم عم ينزل بروغرامات جديدة كل يوم عن يوم بيتيش شغل وموسيقى بيعف شوهم بحكي فبلاك ترجع تعيد توزيع وترجع تعيد الأول وجديد خلاص ما الحلوة الغنية دي غير تنزل هي مع بي لا تنزلها؟ ما سألتها الموضوع راح الموضوع عليم إلاك قديمش سائل عنا دين كيف سائل عنا شوف يعني إذا كديمش حكي معا أو سائل عنا كيفك؟ لا أختي هي كيف الحكي؟ كل شوية بتحكي معا؟ مش كل شوية يعني بس إنهم منحكي ما بيقطع يومات لديهم منحكي أكيد لديو مع صندرين اللي حيكون غير يعني كيف غير أنه عرس عرس فريح مش خيوا أخته ترجمة نانسي قنقر